القريب والعجيب والمدهش انه فايز السراج اللي نسمي نفسه رئيس حكومة الوفاق هو الذي يقوم بعملية البيع بيع البلد بيع الدولة بيع الجيش فايز السراج اللي احنا في مصر اضطرينا ان احنا نتعامل معاه عشان هو احد مخرجات اتفاق السخيرات في المغرب قلنا نمشي مع الحل السلمي ونساعد في الحل السلمي ونستقبل السراج ونقعده مع حفطر ونضغط شمال ويمين عايزين نلم الموضوع وندخل الدولة في انتخابات نحافظ على البلد ونحافظ على الجيش نقضع الارهاب والميليشيات الا ان فايز السراج عنده اجندة مخفية في جيبه الاجندة بتاعته ايه؟ ما نعرفش ظهرت الاجندة بتاعت فايز السراج في زيارته الاخيرة من يومين امبارح ولا اول امبارح رأى على فين؟ رأى على نابولي رأى على ايطاليا قبل مين في ايطاليا؟ رأى على نابولي ولا فين؟ ميلانو واصل فايز السراج سقطاته وذهب الى ميلانو وقابل مين في ميلانو زي ما قالت صحيفة كوريرا ديلاسيلفا صحيفة كوريرا ديلاسيلفا صحيفة ايطالية قالت السراج طلب سلاح من ايطاليا وعرض نفسه كشريك استراتيجي ايطاليا راح قال لهم انا بتاعكم انا الرجل بتاعكم ادني بس سلاح عشان اوقف حفطر فلوس يا عم من ايه انت عندك فلوس قال لهم امضي على شكات وامضي على ورق وامضي على حاجات تاخدوا بيها نفط من عندنا ما احنا عندنا نفط يبيع النفط الليبي لعشانات السن قدام للايطاليين عشان ياخد سلاح يضرب به الجيش الوطن الليبي ويمثل خطوة متقدمة لمحور الخراب داخل ليبيا اللي بتقوده تركيا الان في هذه اللحظة ده مين اللي عمل كده فايز السراج اهو قدامنا فايز ده صحيفة كوريرا ديلاسيلفا قالت هذا الكلام قالت الراجل جاء عندنا ايطاليا قاعد مع ماتيو سالفيني اللي بيمثل القوة وزير الداخلية الاطالي بيسموه موسيليني هذا الزمان او هذا العصر ماتيو سالفيني قابله ده قال له العاية السلاح وانا الرجل بتاعكم خط بعضه من ميلانو ركب طيارة او طيارته وراع على فين على انقارة قابل مين قابل صاحبنا عراب الخراب الخليفة العثماني امير المؤمنين الدجال المسيخ الدجال دلوقتي بتاع هذا الزمان اللي هو راجل طيب اردغان اشتركوا في القناة